مرحلة مفصلية تشهدها الأزمة السورية قد تنتهي بمفاوضات جدية للتسوية السياسية أو تصعيد خطير يهدد بانفجار كامل في المنطقة على ظوء تخلص المساحات الفاصلة بين القوى الكبرى المتصارعة على الأرض السورية خاصة مع افتراب النظام من تأمين محيط العاصمة دمشق وسيطرته الكاملة مؤخرا على منطقة القلمون الشرقي وترى أوساط سياسية أن روسيا وحليفيها النظام السوري وإيران يستعدون للتعاطي مع الاحتمالين وهذا ما يفسر إعلان وزارة الدفاع الروسية عن قرار تسليمها منظومات دفاع جوية متطورة لقوات النظام وسط رصد مخابرات غربية لحركة جوية مريبة بين سوريا وإيران ويرى مراقبون أن روسيا تبدو جادة هذه المرة في تنفيذ تهديدها بتسليم النظام السوري هذه المنظومة في ظل خشية من تكرار الهجوم الغربي بشكل أوسع ما يهدد المكاسب العسكرية التي حققتها موسكو منذ العام 2015 تاريخ انخراطها المباشر في الأزمة السورية وتهدد إيران بالرد المناسب عاجلاً أم آجلاً على ما تصفه بالاعتداء غير القانوني على سوريا في مطار التيفور حيث أشارت تقارير إيرانية إلى مقتل سبعة إيرانيين جراء قصف المطار الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى قاعدة لعناصر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له ويقول خبراء إن الولايات المتحدة لا يمكنها النجاح في ثني إيران عن طموحها في حال قررت سحب قواتها من شمال شرق سوريا قبل الاتفاق على تسوية مع روسيا بشأن هذه المعضلة وأيضاً بشأن إدلب والجنوب السوري في ظل خشية فعلية من إمكانية إقدام موسكو على التوجه صوب إحداهما بعد الانتهاء من جيوب المعارضة في ريف دمشق وحماتة وحمص ويشير الخبراء إلى أن المشهد السوري ينحو نحو المزيد من التأزم وأن المسار الحالي يقود نحو غلبة الخيار العسكري على السياسي في ظل الفجوة القائمة بين روسيا والولايات المتحدة حول جملة من المسائل بينها الوجود الإيراني